اهلا بكم في قناة كايرو جاردن قناة الزراعة المنزلية النهاردة زي ما بقول لكم في عنوان الفيديو انا زراعت 3 بطاطسيات صغارين بالزبط زراعة البطاطس في الشالية اللي هي الكيس البلاستيك ده وطلعت لي حوالي 2 كيلو بطاطس خليكم معي هقول لكم خطوة بخطوة زي تزراعوا للبطاطس لو انت اول مرة تتفرج على قناة كايرو جاردن اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة خليكم معانا افضل طريقة لزراعة البطاطس هي من البطاطسيات الصغيرة دي وهي اسمها بزور البطاطس هي مش زي البزور العادية الصغيرة اللي انت بتشتريها لأي نبات تاني هي عبارة عن بطاطس صغيرة بس البطاطس دي بتبقى تيوبرز تيوبرز ما معنى ان هي بتبقى البداية بتاعة محصول البطاطس بتاعك بتزرع البطاطس امتى؟ على حسب النوع النوع اللي انا جبته ده زرعته في مارس زي معظم انواع البطاطس اللي ما موجودة زي ما انتوا شايفين انا بسيبه في علبة زي علبة بالبيت كده لغاية لما بيطلع الحاجات الخضرة اللي انتوا شايفينها دي دي انا بسيبها لغاية لما تكبر انا عايزها تكبر اول ما بتكبر بشكل كويس بعد كده بقدر ازرعها بسيبها جنب شباك في درجة حرارة عادية خالص مش في شمس مباشرة جنب شباك جنب النور لمدة زي ما تقول مثلا ممكن تسيبها شهر براحتك المهم انه تبقى زي ما نشايفين دلوقتي كده مطلعة زي في ورقة صغيرة خالص خضرة وساعتها بقدر ابدأ ازرعها انا بزرعهم في الاكياس البلاستيك دي وجربت السنة اللي فاتت ازرعهم بس سفرت وما قدرتش احافظ عليهم زي ما نشايفين الاكياس دي اهم حاجة فيها ان هي تكون واسعة يعني تكون كبيرة عشان اقدر املاها لغاية الاخر عشان يطلع لي كمية كبيرة من البطاطس وبرده مخرومة زي ما نشايفين كده طبعا اكتر حاجة بتكرهها البطاطس ان انت تغرقها في المياه فاهم حاجة يكون مخرومة من تحت الاكياس البلاستيك الكبيرة دي وزي ما نشايفين قبل ما بزرعها بحاول اخلي واحد او اتنين من الاقوية من العيون الاقوية دي في البطاطس هي اللي موجودة مش بسيبهم كلهم هنا انا سيب واحد تحت وواحد فوق او اتنين فوق ممكن الافضل يعني الافضل المعظم الناس بتعمل ايه ما بتسيبش حاجة تحت بتخلي كل العيون فوق زي ما نشايفين يعني كل اللي تحت ده بنشيله وبخلي العيون اللي فوق بس هي اللي موجودة فزي ما نشايفين انا ببدأ ارصهم دي شالية تالتة كانت عندي برضو كبيرة انا كان عندي زي ما نشايفين البزور كانت كتيرة شوية كان عندي بتاع خمسة او ستة حطيت تلاتة في كل شالية و تلاتة في كل كيس اخطر من البلاستيك اللي عندي بعد كده ببدأ احط عليهم تربة بس مش بدوس عليها باداية دي اول حاجة تاني حاجة مش باملة تربة لغاية الاخر انا باملة زي لاير كده او زي الطبقة فوق البطاطس تخبي بس البطاطس اللي قدامي بعد كده على طول بحط مية زي ما نشايفين ده الاكياس البلاستيك اللي عندي بحط عليها مية بالنسبة كبيرة قوي بالذات اول مرة عشان اتأكد من الاخرام ان هي مفتوحة وان هي بتطلع المية دي من تحت واتأكد ان انا زارع في تربة مناسبة بس وبعد كده بحطها زي ما نشايفين انا لاوي هنا الكيس خالص زي ما نشايفين محركل تحت ده علشان قدم ساحة ان النبات يطلع وياخد حجمه الطبيعي بعد ما بيكبر شوية النبات في المكان ده ببدأ احط تربة تاني زي ما نشايفين كده كبر شوية هو ببدأ احط تربة ازود تربة تاني خفيفة خالص بايدي كده مش بدوس عليها لكني بالضبط برمي تربة على البطاطس الهدف من ده ايه الهدف من ده ان هو يزود المحصول وحاجة تانية ان هو يحافظ على الورق الاخضر بتاعي من الحشرات ويحافظ عليه من الشمس ويحافظ عليه من حاجات كتير قوي فالافضل زي ما انت شايفين ان انا ببدأ احط التربة فوق النبات بالشكل اللي انت شايفينه في الصورة ده بافضل اكرر بقى العملية دي كل فترة لغاية لما الكيس كله يبقى مفرود فدلوقتي كل ما بتطول النبات بتاعي كل ما بيطول بابدأ احط تربة تاني بيبدأ يطول بابدأ احط تربة تاني ده بيحافظ على النبات ويزود المحصول طبعا زي ما انت شايفين النبات بدأ كبر اهو بعدها بفترة ده بعدها بثلاث شهور انا زارع الحاجات دي كلها في مارس فزي ما انت شايفين بدأ يكبر دي بقى المرحلة المهمة قوي ودي لسه حصلة الاسبوع اللي فات يعني نقدر نقول في شهر يوليا شهر جولاي ده وقت الحصاد وقت الحصاد بتاع البطاطس بتاعي لازم برضو تبقى عارف امتى تحصد بتحصد امتى بتحصد لما الورق خلاص يبدأ يصفر او يتعب دي حاجة او لما يطلع ورد هنا هو زي ما انت شايفين انا بدأت اطلع وبصوا بقى ده كل اللي بيبقى طالع وقوي كده ده نوع البطاطس ده نوعه احمر فهو ده لونه الطبيعي يعني هو ده كده جاهز وبيطلع يتكون بقى البطاطسيات زي ما انت شايفين كده في النبات من تحت زي ما انت شايفين بالمنظر ده كل دي بطاطس بتبقى مسكة في الجزور وكمان التربة نفسها بيبقى فيها بطاطس كل البطاطس دي ممتازة 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 وتقدر تخزن منها فانا ده اول زرعة ده زرعة واحدة بس يعني البطاطسايا واحدة زي ما انت شايفين بصوا طلعت كم بطاطسايا يعني النبات ده كله من بطاطسايا واحدة بس انا كنت تزارع ثلاث بطاطسيات فدي اول واحدة ده غير طبعا اللي بتلاقيه موجود في التربة خلال العملية اللي انا هرهلكوا دلوقتي وانا بحصوا بالبطاطس هكلمكم بسرعة جدا على العناية بالنبات من ساعة لما زرعناه من اول ما زرعنا البطاطس زي ما انتوا لاحظتوا انا ما حطتش تربة كتير يعني ما حطتش تربة كتير في البداية وبدأت ازودها كل ما بتكبر بشوية دي اول مرحلة غير كده حطيت سماد انت ممكن تحط سماد طبيعي يعني انا استخدمت سماد طبيعي في واحدة واستخدمت في التانية سماد صناعي ما حسيتش فيه فرق كبير يعني زي ما انت شايفين كده ده اول كيس هاركوا الكيس التاني دلوقتي كمان شوية ما حسيتش فيه فرق خالص في الانتاج ده سماد وده سماد لو عايز تبقى متخصص السماد الطبيعي اللي استخدمته هو السماد بتاع الفراخ بقاية فضلات الفراخ ده هنا ممكن تشتريه ممكن تخلي حد مزارع يجبهه لك على حسب انت هتعرف تجيبه ازاي الطريقة التانية هو ان انت بتجيب سماد متوازن ان بي كي الان بي كي ده بتحطه بشكل عادي خالص بس وقت الزراعة بتحطه مع الطربة وهو بقا بيبدأ ينتزج مع الطربة بس اهم حاجة ما تزودش اي سماد نايتروجين او اي سماد عموما ليه ما بتزودش لان انت مش عايز الورق يبقى اخضر ونضر وجميل وفي نايتروجين كتير قوي لان البطاطس بتكون جزور وانت بتدور على الجزور مش بتدور على الورق الاخضر فدي حاجة مهمة اوي لازم تاخد بالك منها تاني حاجة هي الشمس انا كنت بحط النبات بتاعي في مكان بتجيله الشمس حوالي من خمس لست ساعات في اليوم طبعا ده كفاية جدا لو زاد مفيش مشكلة بس طبعا لازم تحمي من الشمس الحارقة دي اول حاجة او البرد القارس يعني لو انت في مكان في بلد اوروبية او في كندا او في بلد فيها البرد جامد اوي لازم تحمي النبات بتاعك ولو انت في حرش ديد جدا جدا برضو تحميه تخليه في وسط درجة حرارة معتدل او لو تقدر ما تقدرش ممكن تغطيه بحاجة سودة تمتص الحرارة المهم ان انت تاخد بالك منه ما تحطوش في اي ظروف قاسية ام تاني حاجة بالنسبة ليه الميا بتحط ميا مرة كل يوم الصبح بدري اوي ام ده لما يبقى الشمس عندك قوية جدا بس ما تزودش الميا خالص لان البطاطس زي ما انت شايفين كده ممكن تعفن لان كل اللي انتو شايفينه جوه التربة ده لو التربة مش خفيفة خالص ورملية وجميلة عمره ما هيقدر يطلع بالشكل اللي انتو شايفينه التربة بتاعتي فيها بيرلايت زيادة بيرلايت ده تربة عادية خالص بتشتريها من اي محل زراعي وكمبوست ولو انت عايز تزراعها عندك مثلا من غير بيرلايت ممكن شوية رملة صفرة خالص وبيتموس وكمبوست اتمنى يكون الفيديو ده ساعتكو وتكونوا اتبسطتو بالفيديو وشوفتو المحصول البطاطس ازاي ممكن تزدعو في البيت عندك ده عمل حوالي كل البطاطس اللي طلعت دي من بالضبط 3 بطاطسيات صغيرين اللي انشوفتهم في الاول تلاتة في كل شالية في كل كيس بلاستيك من دول كل البطاطس على بعضها عملت حوالي 2 كيلو وده كان حاجة حلوة جدا وخليتنا ببسط ممكن ما كررهاش السنة الجاية عشان طبعا بتاخد مساحة كبيرة قوي من الجنينة والورق بيطلع كتير قوي بس اتمنى ان انتو تجربوها وتقولولي ايه رأيكم في التجربة دي ما تنساش لو انت عجبك الفيديو تترك في القناة وتدوس لايك وشير للفيديو اهلا بيكم في كايرو جاردن النهاردة هنتكلم عن زراعة البطاطس لو اول مرة تتفرج على فيديوهات لكايرو جاردن احنا بنعمل فيديوهات عن الزراعة في المنزل والاماكن الصغيرة زي البلكونة او جنينة صغيرة لو عايز تتفرج على الفيديوهات دي اشترك في القناة النهاردة هكلمكم عن زراعة البطاطس الموضوع سهل جدا لو عندك اي بطاطس صغيرة او بطاطس كبيرة وبدأت تطلع فروع خضرة كده لما بتسيبها تعرف ان انت تقدر تزرعها بالنسبة للزراعة انا هزرعها في شنطة بلاستيك كبيرة وهقولكوا ليه البطاطس بتتزرع في فترة الشتاء انا هزرعها في الصيف فلما هزرعها في شنطة زي دي هقدر احرقها بسهولة هقدر احطها جوه لما دنيا تبقى برد برا الشنطة البلاستيك دي فيها اخرام من تحت طبعا علشان المية متعفنش البطاطس والبطاطس دي ممكن تشتريها بطاطس للزرع الشنطة اللي انا جايبها دي شنطة بلاستيك بس بلاستيك قوي لو تقدر تلاقي شنطة زيها ممكن تستخدمها وبعدين ممكن تخيط لها ايدين علشان تقدر تشيلها تدخلها في وقت البرد انا هاملة الشنطة دي لنصها او لربعها مش هاملاها لاخيرها وده علشان البطاطس اول ما بتكبر وبتطلع ورق بدفن الورق ده وسيب بس الجزء النامي وده بيحفز البطاطس ان هي تكتر لان البطاطس بتنمو في الجزور دلوقتي هنبدأ بالتربة انا هاملة الشنطة لربعها بالتربة انا شرحت التربة في فيديو قبل كده وهحط اللينك على الشاشة دلوقتي انا بالنسبة للشنطة دي هحط من 3 ل 5 بطاطساية او بطاطس معرفش هو الجمع بتاع بطاطساية بطاطس جمع بطاطساية بطاطسيات ولا بطاطس ممكن تقولي في الكومنت المهم اهم حاجة البطاطس تكون طلعت الزرع الاخضر او الراس الخضرة زي اللي في الصورة دلوقتي لو طلعت اكتر من واحدة بحاول اشيل كل الوشوش او كل العيون لغاية عين واحدة بس تكون اقوى عين فيهم لان هي دي اللي هتطلع النباتات يعني البطاطساية دي مثلا فيها اتنينهم وفي واحدة في الجنب انا عايز احافظ على اقوى اتنين فهشيل اللي في الجنب وهسيب عينين بس اللي هم الاقوية وهحطهم راسهم لأعلى يعني مش هتفنهم لتحت علشان دول اللي هيطلعوا الورق بتاع البطاطس انا هنا هحط خمس بطاطسيات ممكن تحط تلاتة بس طبعا ده على حسب حجم الشنطة اللي عندك زراعة البطاطس سهلة جدا بس اهم حاجة يكون الجو مناسب والتربة مناسبة دلوقتي انا حطيت خمس بطاطسيات وما مليتش الشنطة الاخيرها انا مليت ربعها بس وهستنى اول ما اتطلع ورق اخضر ورق قوي اخضر هبدأ ادفن الورق الاخضر ده واسيب بس الجزء النامي وهبقى وريكو في الحلقات اللي جاية التطور بتاع البطاطس البطاطس بتحتاج لغزة كتير جدا فحاول لو عندك فضلات حمام او عندك غزة طبيعي تحطه لو ما عندكش فيه غزة صناعي في الحالة بتاعتي انا هستخدم سماد عندي اللي هو متعدد الاغراض وده بطيء الزابان وانا اتكلمت عن السماد قبل كده في الحلقة بتاعد التربة همزج السماد اللي هو بطيء الزابان ده مع التينة وهقلبه بس ده لما انا بحط ميا بعد كده بيدوب وبيدي البطاطس الغزة الكافي للنمو بكده انا بكون حطيت البزور في تربة مناسبة وحطت لها سماد واتأكدت ان كل البزور عندها عيون خضرة للنمو الخطوة اللي بعد كده هي الخطوة الاخيرة وهي الميا بحط لهم ميا كويس جدا وبسيبها في مكان في شمس بس انا طبعا اتأكد ان الميا طلعت من الاخرم اللي كانت موجودة في الشنطة بتاعتي بعد 15 يوم الزرع بيطلع بالشكل ده زي ما انت شايفين في الصورة اول ما الزرع بتاع البطاطس يوصل لطول 15 سنتي تقريبا انا بقدر ايسه بايداية يعني اول ما يوصل حجم كف ايدي انا بعرف ان النبات كده محتاج المرحلة التانية اللي هنعملها في الفيديو النهاردة والمرحلة التانية هي ان احنا بنبدأ نحط رملة حوالين الزرع والنبات علشان ندفن معظمه تحت الرملة والهدف من المرحلة دي ان احنا بنقوي الجزور بتاعة البطاطس وبنشجع البطاطس انها تنتج اكتر وهنا بتيجي اهمية الشوال اللي احنا اخترنا ان احنا نستخدمه لو انت كنت عامل شالية او شوال وما يلطينا لغاية الاخر ما بيبقاش عندك فرصة ان انت تردم جزء من النبات وتشجع النمو بتاعه زي ما انتو عارفين البطاطس بتنمو عن طريق الدرانات درانات بمعنى ان هي جزور النبات بتتكاثر وبيبقى عندك محصول البطاطس تحت الارض بفضل لتفن في الزرع بتاع البطاطس لحد ما اوصل لغاية القمة النامية بسيب مثلا قد صباع مثلا من صعبعي من غير ما تفنه وده علشان طبعا بنحفز النبات انه هو يطلع جدور اكتر ولازم اعمل العملية دي في كل الجوانب زي ما انتو شايفين انا بحاول لتفن الزرعة من كل الجوانب من كل النواحي اهم حاجة لازم تاخد بالك منها ان انا مش بدوس على الطينا انا بس برمي الرملة سايبة جدا والرملة دي رملة زرع اللي هي كومبست وبرلايت وبيتموس برميها بس حوالين النبات مش بدوس عليها عشان ما مموتش الزرع العملية دي انا هكررها كمان مرة كمان 15 يوم بس وهي دي المرحلة التانية في زراعة البطاطس لو عندك اي سؤال بالنسبة لزراعة البطاطس حطهلي في الكومنت ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واعمل سبسكرايب للقناة علشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة اشتركوا في القناة